في رقم اتنين أو في النشاط رقم اتنين بيقول لي اكتب جميع القيم والمفاهيم التي تمت دراستها في الموضوعات السابقة ايه القيم والمفاهيم اللي اتعاملنا معاهم من خلال هذه الموضوعات فمثلا فأول درس عندنا في الموضوع الاولاني في المحور الرابع كان احترام الكبير يعني الكثير اتعلمنا من خلال موقف ده ايه القيم والمفاهيم اللي موجودة فيه الاحترام الكبير وتوقير الكبير ومساعدة الكبير يبقى ممكن احترام وتقدير وتوقير ومساعدات الكبير كمان اتعلمنا أن الإنسان حر لكنهم مسؤول عن نتيجة أفعاله وأن الحرية مسؤولية من القيم والمفاهيم التي تعلمناها كمان احترام القواعد والقوانين في كل مكان حول العالم واحترام أو التمسك ببعض القواعد زي النظافة كمان اتعلمنا أن احنا دائما نكون داعمين للآخرين احترام ذوي الإرادة احترام الآخرين في المجتمع كمان في النص الشعري اتعلمنا بعض القيم زي الرفق بالآخرين تقديم المساعدة للآخرين لأن الإنسان اللي بيساعد الآخرين واللي بيكون رفيق بالآخرين أكيد سيوصف بصفات حميدة كمان اتعلمنا من آخر حاجة عندنا معا من أجل عالمنا بعض القيم والمفاهيم الخاصة بالمحافظة على البيئة من حولنا بعدم الإسراف أو عدم إهدار الطعام وعدم إهدار الماء وكمان حسن تربية أبنائنا دي القيم اللي تعلمناها من خلال الموضوعين اللي درسناهم في المحور الرابع شوف الحلقة كاملة من خلال تطبيق مدرستنا بلوس مدرستنا مستقبل يبدأ الآن شكرا للمشاهدة